موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا باستاذ المشاهدين اطلالة جديدة في حال البلد تأتيكم على الهواء مباشرة وفي حلقة اليوم العديد من الفقرات الفقرة الأولى فقرة للنقاش وحاول مع المهندس الطيب مصطفى والأستاذ كمال عمر في قراءة مسار وتحديات خطوات الحوار الوطني بعد تعيين رئيس الوزراء اليوم في فقرة وصل صوتك سنكون من الخرطون أبو حمامة سوق البيع المخفط ونشوف معاناة تجارة السلع الاستهلاكية هناك في ضيف الصالون الحلقة الثالثة والأخيرة مع البروفيسور محمد حسين أبو صالح اليوم نضع معه العديد من القضايا في مشوار الاستراتيجية والقضايا والأزمة الوطنية لكن نبدأ بأهم أخبار البلد مع راشد نبع راشد مرحب بك مرحب بك الأستاذ طاهر حسن التوم وبكل متابعي برنامج حال البلد ومشاهدي سوداني 24 إليكم موجز أخبار البلد أهلا بكم أقرى الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بصعوبة تشكيل حكومة التوافق الوطني المرتقبة ولكنه أشار في ذات الوقت بأنها ليست مستحيلة وقطع البشير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالقصر الجمهوري بتقديم المؤتمر الوطني للتنازلات مشيرا لعدم التعجل في تكوين حكومة التوافق الوطني وتكوينها بالإجماع ورضى الجميع والالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة وضمان تمثيل كل جهات سودان للحيلولة دون تكرار دعوة تهميش وأشار بشير لإعادة تشكيل المفوضيات على رأسها مفوضية الانتخابات القومية ومجلس الأحزاب السياسية وإرجاء تشكيلها حاليا رغم انتهاء أجلها بغرض التوافق على مرشحيها من الشخصيات القومية غير الحزبية وعلن استمرار آلية إنفاذ مخرجات الحوار في التواصل مع الرافضين والممانعين وأحملة السلاح بغية إلحاقهم بالحوار كاشفا عن وجود جهود إقليمية ودولية لإقناع المجموعات المسلحة بالانخراط في الحوار حدد رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكر حسن صالح أن أولويات حكومة الوفاق الوطني التي يعتزم تشكيلها تتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومحاوره المختلفة على رأسها معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار ورفاهية الشعب السوداني وأكد صالح في تصريحات صحفية عقب أديه القسم أمام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري صباح اليوم أكد بي أن البلاد تخطو نحو التوافق السياسي لتحقيق مخرجات الحوار الوطني وأضاف نسأل الله الأعانى والعون وحيا الشعب السوداني وشكر رئيس الجمهورية للثقة التي أولاها له متمنيا أن يكون عند حسن ظنه ويؤدي الأمانة بشكل كامل التي تعتبر تكليفا وليس تشريفا ويذكر أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكر حسن صالح قد أدى القسم صباح اليوم بالقصر الجمهوري رئيسا للوزراء في أعقاب اعتماد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مساء أمس تكلفه برئاسة الوزراء بجانب موقعه كنائب أول لرئيس الجمهورية أفادت متابعات لسودانيا 24 عن توقف أعمال لجنة التحقيق التي شكلها المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حول ملابسات وفاة معلمة مدرسة في الثورة الحارة 13 بعد انهيار دولة المياه بها والتي كان من المقرر الفراغ من أعمالها خلال أسبوع من تكوينها وعرب بعض أعضاء اللجنة من نواب تشريع الولاية لمراسلة برنامج حال البلد عن تخوفهم من توقف عمل اللجنة رغم مرور أسبوعين على تكوينها لعدم وجود جدول عمل للاجتماعات بالنسبة للجنة كالدفاع المدني وإدارة التعليم بمحلية كاراري رغم إعلان الدفاع المدني استعداده للاجتماع مع اللجنة بجانب اعتذار رئيسة اللجنة انتصار كوكو عن حضور الاجتماع الذي كان من مقرر عقده يوم ثلاثاء الماضي الماضي بسبب انشغالها بقضايا أخرى لم يحددها أعلن والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي بأنهم يهدفون لخططهم للعام الحالي بإعادة نازحين لقرأهم وإدخالهم لدورة الانتاج الزراعي وقال الفكي خلال وقفة برفقة لجنة أمن الولاية على أضاع العائدين لقرأ عدوى التابعة لمحلية مرشنج اليوم بأن الاستقرار الأمني الذي شهدته الولاية وخلوها مما يعرف بالمناطق المحررة جعل المواطنين ينشدون الخدمات المتمثلة في المياه والصحة والتعليم بعد تجاوزهم للهواجس الأمنية إلى ذلك طالب عدد من المواطنين العائدين للمنطقة حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية لتكون محفزة لعودة بقية أهلهم بالمعسكرات وقال ممثل أهل المنطقة عبدالجليل آدم البكر أن المنطقة شهدت عودة طوعية لأكثر من 952 أسرة باتت تحتاج لتوفير الخدمات على نوالي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلة بأن مشروع العام الحالي تحريك كل الخطط الإسكانية بالولاية مع الإطمئنان على نزاهة وصحة الإجراءات في توزيع الخطط السكانية وتعهد إيلة لدى مخاطبته اليوم جموع مواطني محلية شرق الجزيرة برفاعة بمناسبة تكريمه من قبل المواطني المحلية بسد كل أبواب منافذ الفساد في الخطط السكانية موضحا أن إجراءات توزيع الخطط السكانية ستتم بشفافية ووضوح بمشاركة عامة دعيا للمواطنيين لأن يكونوا حراسا متابعين للإجراءات الصحيحة كان هذا كل ما لدينا حتى الآن من أخبار البلد عودة للأستاذ الطاهر حسن التوم ولضيوفه الكرام ومشاهدي الأعزاء إليك الأستاذ الطاهر شكرا راشد نبأ بعد الفاصل ندخل في قضية للنقاش تعيين الفريق أول بكر حسن الصالح اليوم رئيسا للوزراء ما هي الدلالات وكيف نقرأ مسير وتحديات الحوار تنفيذ مخرجات الحوار البطي هيكون معنا المهندس الطيب مصطفى والأستاذ كمال عمر اللي قراءة هادئة لهذه الخطوة هلوكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر